أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن تخصيص مبلغه 120 مليون يورو من أجل حسم صفقة ثناء نادي بورتو والبرتغالي ويتعلق الأمر بكل من متوسط ميدان الخضر ياسين إبراهيمي إضافة إلى زميله أندريس سيلفا وهو المبلغ الذي اشترطه نادي بورتو خلال المركات والفارت بمقابل ذلك أكد نونو سانتو مدرب النادي البرتغالي بأنه يجب على إبراهيمي وزملائه التركيز وعدم الاهتمام بالعروض حاليا انتقد برونو جينيسيو مدرب نادي ليون الفرنسي مهاجم المنتخب الوطني الجزائري رشيد غزال بسبب تراجع مستواه في الآوينة الأخيرة مؤكدا إبعاده عن تشكيلة الفريق حيث أو حتى يسترجع مستواه مضيفا بأنه لن يستدعيه حتى يثبت غزال أحقيته في العودة مضيفا للصحافة الفرنسية بأن غزال لن يكون حاضرا في اللقاء الذي سيجمع نادي ليون بمضيفه بوردو في قمة البطولة الفرنسية